في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أكد أن الوزارة تعمل جاهدة في تنفيذ خطتها الإسكانية تلبية لأوامر جلالة الملك المفدة في توزيع 40 ألف وحدة سكنية على المواطنين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال برنامج عمل الحكومة لتلك المشاريع اللي تحقق اليوم على الأرض في وزارة الإسكان من خلال أعمال البناء والتشييد أو النسب الكبيرة اللي قامت وزارة الإسكان بتوزيح على المواطنين هذا انعكاس طبيعي للاستراتيجية أو استراتيجية وزارة الإسكان اللي دشناها في 2012 حظت وزارة الإسكان باهتمام خاص من سمول العهد منذ انطلاقة استراتيجية وزارة الإسكان والبد ببناء الخمس مدن ومتابعة سير العمل في مختلف مستويات الإنجاز إلى أن صدر أمر سموه في منتصف عام 2016 بالبد في توزيع الوحدات السكنية للمواطنين واستمرين من خلال أمر سمول العهد توزيع الوحدات السكنية على المواطنين على ست دفعات وبالتالي استوفت وزارة الإسكان ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة ببناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية بكل تأكيد استطاعت وزارة الإسكان أن تحقق هذه النتائج من خلال الدعم اللامحدود التي حظت به الوزارة وبالتالي حظى به الملف الإسكاني من القيادة الرشيدة ترجمة نانسي قنقر